خلف قطبان السجون تختبئ قصص التعذيب المروعة التي لا يعلمها سوى السجين والسجان وعاصفة التعذيب في سجون العراق التي يشتعل فتيلها بين فترة واخرى عادت الى الواجهة لتفرج عن الكلام الحبيس عند معذبين ومظلومين منهم الشاب حسن محمد اسود الذي نشر مقاطع مولمة وهو يظهر باصابع مبتورة والذي اعتقل في ايلول العام الماضي بتهمة الارهاب فهم ضغطوا علي ظلت سبعة وثلاثين يوم بالتحقيق قال له ايدي علقين من ايدي علقين ظلت تبقوني عشر تيام بالمحجر فبعدين ورا العشر تيام ودوني المستشفى عزادي ظلت 14 يوم المستشفى عزادي وهم جون هناك ومن ازمور محمد قال لي انا اطلع لك راتب رعاية اطلع لك راتب رعاية واطلع لك فراج بس لا تشتكى علينا اللي انباتش راح يجيك القاضي قلت له ماشي يعني اللي اريد اهلي يصالوني ما احد يندلي فبعدين من جوني اهلي جانب قالي ثاني يوم ما اشتكت علي ما اجدرت اشتك علي لاناني وحدي ما اقدر كل شي اصوي لكن المعذبين المفلتين من العقاب لا يكتفون بتشويه الانسانية في البلاد انما استمرت الضغوطات على اهله وذويه من جهات امنية وعشائرية لارغامهم التنازل عن الدعوة المرفوعة بحق ضباط متورضين من قم الدعوة مش الدويات حالوني على الاستخبارات العامة فبعدين حكموني ست سنين صار صلح بيناتكم صار صلح بيناتنا بس قال لي صار صلح يلا طلعت من السجناني يعني جانب راجي من بغداد ورجعت هنا ظلعت بالتسفيرات مال كاركوك ثلاث شهر فمن تصالحني عشائر يعني وصلت ويا واحد من الضباط قال يعني قال ليش ما تسلحون عشائر يعني تطلع وخلص منك يعني فعادي أنا أصلحني عشائر وقبل أنا وراء السبع تيام طلعت طلعت أفراج يعني هما جانا وأنا ندري بهم هما مشالبين بي حيث قلت الوالدي مني جواجين يقول لي هما مشالبين بي لا تفصل خلقني أنا مسجون بس لا تفصلوا وقلت لهم جيانا أبو حقوق الإنسانهم عشائرين وقلت له هذا الحكي وجدتني الصليب الأحمر وقلت لهم توجيه حكومي بالتحقيق في حادثة تعذيب الشاب أسود بعد أن أشعلت غضب النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي أنا طالب رئيس الوزراء يعني أبسط الرواتب يعني أنا ماليد أقول له يعني هسا أنا أروح أرض ضحايا الأرهاب يقول أنت مصر ضحايا أرهاب أروح على أخطاء العسكرية يقول أنت مصر أخطاء عسكرية يعني أنا أين أروح يعني هذا يعني عندي أمسج جهال وهس أنت راح أشوفك يوم هذا الندي هذا هو شاف هنا وهس هم يشوفه هذا الندي أنا أشد سيد رئيس الوزراء مشياء السوداني المحترم ينظر هذا هو صار ضحية فأنا ما أريد أن تكرر بقير الجماعة وهس السجون المتروسة مثل من أمثاله بلا سبب بلا سوش وأنا أشدكم أريد مواجهة خاصة مع سيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إذا تخلوا لمواجهة خاصة أروح له وأحتي له من الأول هنا ما أقدر أحتي ألي أحتي أمه مصادر حقوقية سابقة أشارت إلى أن 90% من المعتقلين في العراق خضعوا للتعذيب الممنهج وقضوا في السجون بسبب وشاية المخبر السري الكاذبة كارثة إنسانية ليست وليدة العام الماضي أو ما قبله إنما تصل إلى عقود منذ سنوات الاستبداد حتى ما بعد الاحتلال وزادها غموضا التكتم الذي أوعزه مراقبون إلى وجود نزعات طائفية تغذيها جماعات خارجة على القانون ونفوذ يقف في وجه الدولة لإتمام تطبيق القوانين وتقاعص حكومي متوارث في نهج حكومات متعاقبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر